بغيات الحفاظ على جمالية الصحن الكاظمي المبارك وتوحيد الشكل الخارجي لها وفق مخاططات هندسية مشابهة لمشروعي باب المراد وباب القبلة يشهد مشروع مداخل صحن الإمامين العسكريين عليهم السلام نسبة إنجاز متصاعدة في العمل بعد تأهيل صحن الإمامين العسكريين عليهم السلام وإكسائه بمرمر أزنى بما يقارب مساحة عشرة آلاف متر مربع تمت المباشرة بتأهيل مداخل صحن الإمامين العسكريين عليهم السلام حيث تم الانتهام من الهيكل الخارجي للرجال والمتكون من تفاتيش عدد اثنين بالإضافة للكشوانيات والأمانات بالإضافة إلى الجنائز واستقبال الولفود ونحن حالياً بطور المباشرة بتفاتيش النساء والمتكون من عدد اثنين بالإضافة إلى الكشوانيات والأمانات ونحن الآن في طور إنشاء الهيكل الإنشائي وبعد ذلك إن شاء الله ستتم المباشرة بأعمال التقطيع وبناء الطابوق المحيط بالهيكل الخارجية ومن ثم بعد ذلك المباشرة بأعمال الواجهة لم يتدخر العاملون في المشروع أي جهد إلا وبذلوها لأسيما وأنه سيشمل أماكن خدمية متعددة تليق بضيوف الإمامين المعصومين عليهم السلام بتوجيهات من الأمان العاملين أعتبر الكاظمية المقدسة باشرت الملاكات القسم الهندسي بإنشاء وتشييد مداخل تابع لصحن الإمام العسكريين عليه السلام مشابهة لبابي المراد تضمنت الأعمال لتشييد مداخل للرجال ومداخل الجنائز ومداخل الاستقبال للوفود سلسلة مشاريع هندسية يشهدها الصحن الكاظمي المبارك لتأمين مساحات عبادية جديدة مجهزة بأفضل الخدمات والحفاظ على رونق وجمالية تلك التحفة المعمارية الجميلة لبرنامج هونالكاظمية علاء الأنباري